شروط بري الثلاثة ترجع الاتفاق وماذا يقول نادر الحريري للأم تيفي تقرير دونيز رحمي فخري لم يكن الرئيس سعد الحريري والنائب جورج عدوان يتوقعان المفاجأة التي خبأها لهما الرئيس نبيه بري في لقاء عين التين الشهير والتي أدت إلى تراجع حظوظ التوافق في ذلك الاجتماع فبحسب معالمات الام تيفي بري فرض على ضيوفه ثلاثة شروط أساسية لا لمجلس الشيوخ لا للدوائر العشر التي كانت تفق عليها سابقا في اجتماع ربعي بين المستقبل وأمل والحزب والتيار ونعم لدوائر خمس وإكراما لوليد بيك يمكن أن تصبح الست نعم للمناصفة في مجلس النواب ولكن شرط تحريرها من القيد المذهبي هذه الشروط رفضها الرئيس الحريري والنائب جورج عدوان أما التيار الوطني الحر الغائب عن الاجتماع والذي تبلغ بشروط بري من نائب رئيس حزب القوات فرفع في وجهها بجددا ورقة التأهلي الأمور إذن عالقة هنا ومعها الاتصالة التي يقول مدير مكتب الرئيس الحريري إنها لم تنقطع اليومين كل واحد عم بيرتب أوراقه بس إنه بالنهي ما في شي بمنع التواصل وما في أكيد ما في قطيع يعني فيه فيه اتصالات جانبية عم بتثير أنا بعرف فيها عدد أطراف وبالنهي يعني بدنا نرجع نكمل التفاؤل المعمم لدى عين تيني والسرعي والضحي ما هو سره يعني الوقت عم بيكون داهم وبعتقد كل الناس عم تتصرف على أساس أنه ما في عنا خيار غير الاتفاق طالما يقال بأنه النسبية صارت مقبولة عند الكل بالمبدأ وبالتالي أنه بعد المشكلة بعدد الدواير بنقل مقاعد بالصوت التفضيلي لا بعتقد موضوع الصوت التفضيلي فيه اتفاق على بين جميع الأطراف أنه محدد ضمن الدائرة ضمن القضاء فيه رأي من أحد الأطراف بموضوع النسبية وهذا أمر نحن نحن ويون بحوار يعني دايم لحتى نشوف نشوفينا نبدد هوجسون منه يعني تايع الوطني الحر ووزير جبران بصير عاد وتحدث عن التأهيلة الواضحة هو التأهيل لم يسقط أكيد فيه أطراف موافقة عليه وفيه أطراف رفضته بس أنا بولا لحظة بإنشاء الله عن الطاولة طالما ما فيه اتفاق على أمر تاني وبعده التأهيل قائم يضحك الراجل الأقرب من الرئيس سعد الحريري عندما نسأله عن استراتيجية توافق عليها مع الوزير بسيل مؤدها المناورة وصولا إلى الانتخابات على أساس قانون الستين قانون الانتخاب هو مسألة أعقد بكتير وبعدين لو فيها الاتفاق وينو حدا يفرشين عليه بس رح نوح على الستين وكأنه إذا ما صار في اتفاق بعد أنا برأيي حيصير في اتفاق وأنا برأيي أنه هنوصل لقانون جديد وقبل المهلة مسألة الستين فيها مخاطرة كبيرة لأنه مش رحين على الستين بلا مخاض عسير من الفراغ وغير فراغ ونحن مش من هالتفكير أبدا مرسوم الدورة الاستثنائية بحسب الحرير حتمي وبالتالي ستكسب القوى السياسية شهرا إضافيا للاتفاق على قانون الانتخاب بشرط الإقلاع عن لعبة عض الأصابع وانتظار من سيقول الأخ أولا